ماذا عن الامانة والاخلاص طب كيف بلدك بده تتطور اذا انت عم تهدم بلدك عم تقتل السياحة عم تقتل الابرياء طب الناس ما بدهاش تعيش اترك الدينوني لالله خلي ربنا يديني انا كافر خلي ربي يديني لكن ما تكون انت الديان بسبب مطامعك المادية ماذا عن الاخلاص ماذا عن اللطف حياة المسيح لطف وشفقة طب قتل اطفال ابرياء طبعا بالعهد القديم كان يقدموا هاي الزبائح لمولوك ومالكم آلهة مزيفة فانت عم بتقدم زبائح لآلهة مزيفة للالله اللي بتنادي عنده الله بترضيه كأنك بتقدم خدمة لالله وانت مش عارف انه الله عم بحضرلك مش جهنم قاع جهنم من تحت تحت لانه مش عارف انا بقولك عشان تنتمي وعشان تحذر اليوم عن حياة الاكتفاء هو المطامع اللي بتخليني بدي احتل واخد واخد اكتر واحدة بتكفنيش نسوان اتنين بتكفنيش لازم اجمع اكتر واكتر وجواري حياة المسيحية حياة الاكتفاء حياة الشكر حياة الصبر الحياة المسيحية حياة السلام احبائي بتقدم السلام من الداخل حياة التواضع المسيح حياة السلام المسيح متواضع فأنا بدي أتبع هذا الشخص مش القاسي مش المتمرد مش القاتل مش اللي بيهدم مش اللي بيعمل أمور باسم الدين لا هو أعطى حتى فرصة للتلميذ أن يتركوه أكتر من هيك لكن أجل محبتهم قلقوا للمسيح قالوا إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك اشتركوا في القناة